ما زالت ردود الفعل الإيجابية تتوالى إذا إصدار قرار الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من قبل نيابة يأتي ذلك استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي حيث أصدرت النيابة العامة على إثرها بياناً أعلنت فيه صدور قراراً بإخلاء سبيل 151 متهماً محبوسين احتياطياً اهتمام كبير أولاه رئيس عبدالفتاح السيسي بالحوار الوطني الذي كان ولا يزال داعماً له في كل التحركات ومستجيباً لكل التوصيات الصادرة عنه ليؤكد يوماً تلو الآخر إيمانه الشديد بأهمية الحوار المجتمعي في بناء الجمهورية اليديدة وفي ظل هذا الإيمان الكبير وفي استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي تم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من قبل النيابة وأصدرت النيابة العامة بدورها بياناً أعلنت فيه صدور قرار بإخلاء سبيل 151 متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من قبل النيابة قرار الرئيس السيسي حظي بإشادة بالغة من مجلس أمناء الحوار الوطني الذي اتقدم بالشكر للسيد الرئيس على سرعة الاستجابة وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة مجلس الأمناء أكد كذلك أن الرئيس السيسي منذ تدشين الحوار الوطني لا يدخر جهداً لتنفيذ أي توصيات يخرج بها هذا الحوار المجتمعي الشامل والبناء منوهاً بأنه سبق للرئيس السيسي استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني حيث وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني كما أثار القرار ردود أفعال إيجابية واسعة بين المواطنين والأحزاب السياسية الذين ثمنوا رعاية الرئيس السيسي لملف الحبس الاحتياطي والتزيام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة مؤكدين أن قرار العفو يمثل نقطة إيجابية تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة وتعزيز روح المصالحة الوطنية وبناء مجتمع أكثر تسامحا وتعاونا